طب هل تفرق انه يبقى لعيب من الناشئين او من مدرسة الكورة او من الاشبال لما يطلع الفائد الاول بيختلف عن لعيب يجيبه من بره جاهز للفرقة اه طبعا فيه اختلافها خليلي برضه بنتكلم موقعية اللي اتربى يا كابتو مصطفى في النادي الاهلي اللي اتربى في النادي الاهلي بيعرف قيمة النادي الاهلي يعرف قيمة النادي الاهلي من البطولات يعرف قيمة النادي الاهلي من المبادئ يعرف قيمة النادي الاهلي من التعامل مع الناس مع الإعلام مع الجماهير مع كل الناس دي بيعرف قيمة لأنه ده نجل احنا ما كانش السوشيال ميديا ما كانش الحاجات دي ما انت فاكر ما كانش الحاجات دي كلها كان كلها قناة واحدة اللي بتزيع ماتشوات أو قناتين بكتير قوي فكانت دائما دائما عشقك عشقك للنادي الآلي بيخلي عندك يا ربي حاجات كتير قوي قوي طيب أنا دخلت النادي الآلي 69-70 أنت داخل من 59 في النادي لما دخلت النادي وأنت صغير إيه اللي أنت تربط عليه أنا تربط عليه على الروح والله بكلمة جدا أي ما احنا عاوزوا نقول للسادة المشاهدين لأن أنا طبيعتي كان عندي الروح زي مولتلك أنه كنت بقى مبالعب فروض ومشاغب ومشاكل فالنادي الآلي نم عندك الحاجات دي نم عندي بقى روح وحب التشيرت الفنيلة الحمر دي ملبست التشيرت الحمر لأن أنا كنت بقى عشق الآلي من صغري حتى يعني قبل ما نضم للنادي الآلي كنت بقى عشق النادي الآلي لأنه زي مولتلك والدي رحمة الله عليه كان بيشتغل وكنت حياتي كلها في النادي الآلي أم مبروك دا كان حبيبنا حمنا فعندي بقى عشق الفنيلة الحمر عندي عشق الفنيلة الحمر دي ديتني روح عالية جدا ديتني مؤشر أن أنا عند اللي أنت بتقول عليه ده والشخصياتي أن أنا أعيش بقى يجوه النادي الآلي وأبتدي أتدرج في فرنش مشيت على نفس السيستم بتاع النادي الآلي اللي هم حطينك عليه مشيت على مبادئ وقية من النادي الآلي وأخلاقات النادي الآلي كل كبيرة وصغيرة أنا تعلمت من النادي الآلي الحال